اشتركوا في القناة حضيت شهادة الإمام الحسين عليه السلام بعناية إلهية خاصة جداً بحيث جعلها الله تبارك وتعالى موضع توجه خاص عند الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فتعاطفوا وتفاعلوا معها وظهر منهم المواساد ورفعت أرواحهم أحر العزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وها نحن أمام جملة من روايات نقلت لنا ذلك نتأملها ففيها ما يكسر القلب ويبكيه ويجري عبرات النفس ودموعها الساخن إبراهيم عليه السلام روي أن إبراهيم عليه السلام مر في أرض كربلاء وهو راكم فعثرت به فرسه وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه فأخذ في الاستغفار وقال إلهي أي شيء حدث مني فنزل إليه جبرائيل عليه السلام وقال يا إبراهيم ما حدث منك ذنب ولكن هنا يقتل سبط خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء فسال دمك موافقة لدمه قال إبراهيم عليه السلام يا جبرائيل ومن يكون قاتله قال لعين أهل السماوات والأرض والقلم جرى على اللوح بلعنه فأوحى الله تعالى إلى القلم أنك استحققت الثناء بهذا اللعن فرفع إبراهيم عليه السلام يديه ولعن يزيد لعنا كثيرا اشتركوا في القناة